قمة توكيو الدولية للتنمية في إفريقيا في نسختها الثامنة أو تيكاد ثمانية اختتمت أشغالها منذ يومين وسط مشاركة لرؤساء دولي وحكومات ورجال أعمال ومرظمات دولية من 48 دولة وفي ذل تجديد التزام اليابان بالشاركة مع القارة الإفريقية عبر تخسيس 30 بليار دولار للتشجيع على الاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر علاوة على 4 مليارات دولار للقطاعين العام والخاصة مع التركيز على تشجيع المؤسسات الناشئة للشباب الناشط في اليابان وإفريقيا قمة تيكاد ثمانية اختتمت بإعلان تونس الذي أخذ بعين الاعتبار بأولويات القارة الإفريقية فيما يتصل بالاقتصاد وإنفاذ تحول الهيكل لأجل نمو مستدام وتنمية اجتماعية وتحقيق السلم والاستقرار وتضمن التزاماً للمشاركين فيه بمواصلة التحديث بطريقة شاملة لخطة عمل يوكوهاما من خلال إعادة سياغتها وتأكيداً من جديد على أن المبادرات والإجراءات سوف تتماشى مع الإطار الإفريقي والدولية قمة انشهدت توقيع 30 اتفاقية تفاهم بين اليابان والدول الإفريقية كانت حصة تونس منها ثلاث اتفاقيات تتصل بالتمويل الذكي لمشاريع الشركة الناشئة وأخرى في قطاع التأمين لتحسين مناخ الاستثمار علاوة على مشروع لتحلية مياه البحر وإذن بموافقة اليابان على منح تونس تمويل قيمته 100 مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة كورونا القمة قدم فيها أيضاً القطاع الخاص 81 مشروعاً بقيمة 2.7 مليار دولار وبطاقة التشغيليات تقدر بـ 35 ألف موطن شغل مشاريع تم عرضها أثناء القمة واقتراح بعثها أما في تونس أو في الدول الإفريقية بالشراكة مع القطاع الخاص الياباني وتتعلق أساساً بالاقتصاد الأخضر والأزرق والقطاع الرقمي والذكاء الاستناعي والصيدل والطب والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وفي انتظارها ترى التعهودات والمشاريع المقدمة في قمة تيكاد ثمانية طريقها إلى الإنجاز تظل القمة فرصة حقيقية للتونس والدول الإفريقية واليابان لتحقيق نمو مستدام والتنمية الاجتماعية وتحقيق السلم والاستقرار